الكوتا النسائية أساس لإشراك المرأة في الحق للعام تصويتك من فضلك هذا بدك توقعني فيه قبل ما ايه قبل ما اقف عارف عارف وان بدك توصل خليني شوف رأيك موافق كليا وهلأ أنا بتقول لك ليش القوات اللبنانية لا القوات اللبنانية كانت يعني خليني أقولها أقول اللي إلهم واللي عليهم أنه بالمرة السابقة أيضا بالمتن مثلا كان عندهم ثلاث نساء على لائحتهم وهذا أمر يحسب لهم ولكن اليوم لو في جدية بإعطاء المرأة مساحة وازنة ما كانت بتنعطل مقاعد الحشوات يعني بيكون فيه إلى مقاعد جدية أن تقدر تصلى بالنتيجة بتكون الكتلة التيب على القوات اللبنانية فيها أمرأة واحدة وهي زوجة رئيس الحزب هل هذا يشبه موافقتك على الكوتا النسائية شوف يعني منيح إذا هيك هجومك بس أنا يعني بتحمله أنا مع الكوتا النسائية وتقلك يعني لا أبني ذلك على هيك مال شخصي أو زوج تقلك يعني كيف وقامتا نتأكدت أنه الكوتا النسائية هي أمر واجب بالـ 2018 يعني من بعد كم شهر من من انتخابنا نواب بصير في مؤتمر بالإسكندرية للبرلمانات العربية بدعوة من السداو اللي هي الاتفاقية الدولية لمناهضة العنف تميز ضد المرأة ضد المرأة وهونيك يعني الخبراء الدوليين كلهم أجمعوا وأقنعونا وفعلا عندهم رجاحة بالتبرير أنه الدول اللي صار فيها إمانسيباسيون للمرأة يعني اللي صارت فيها المرأة فعلا متولية العمل السياسي بكل أريحية وبدون أي تمييز هي الدول التي مرت في ممر إلزامة هو الاعتماد الكوتا النسائية وكأنه الكوتا هي شرط لازم لتقدر توصل العمل السياسي عند المرأة إلى مرحلة نضوج ومساوات مع الرجل هلأ بلبنان أنت بتعرف بالقضاء بالإدارة بالديبلوماسية يعني المرأة تقريبا يعني تكون قد قد رجاليا يمكن بالقضاء صاروا أكثر هلأ ما بعرف فقط بالعمل السياسي وبالمناصب اللي فيها انتخاب يعني بالبلديات كمان مش بس بالمجال السياسي بالبلديات حضور المرأة تقريبا معدوم في لبنان وبرأيي هون إذا بدك المشكلة الحقيقة لأنه المرأة يجب أن تكون منخرطة أكثر في العمل الإنمائي بمناطقة بمحيطة فمن شنهاك أنا مع الكوتا النسائية من شنهاك أنا باني الموقف من علم من تجارب من يعني خبراء هلأ نوصل على الواقع اللبناني إيه نحن يعني قلنا أنه نحن مع الكوتا النسائية كحزب مش من زمان أعلننا هذا الموقف وأفرجنا عن هذا الموقف هلأ بتقلي داخليا قديش عم نقدر ندخل المرأة أولا نحن عنا يمكن من الأحزاب الأليلي اللي عنا جهاز لتفعيل دور المرأة يعني عطيين أهمية لهذا الموضوع بكل المراكز الحزبية رؤساء مصالح تقريبا في تعادل هلأ بالعمل السياسي عم بلك عم نلاقي صعوبة مع الذكور اللي هني أكثر شبقا بالسلطة عرفت بدك تقل لي أنه بدك تلاقي نساء هلأ بهالظارف هيدا يقدموا هك على العمل السياسي عم نلاقي صعوبة بس الميتيشن مش من عنا يعني إذا بدك القرار مش من عنا يعني مش نحن أيديين ما بدنا نساء باللوائح الانتخابية عم نوجد صعوبة بإيجاد النساء اللي فعلا هني بدهم وبنفس الوقت قادرين يتحملوا ضغط السياسي يعني على أمل أنه نتخلص من هالقانون أولا كرملتا نقدر ننتقل على قانون يشجع الناس أكتر يكون عندها الإدراء أنها تترشح وتفوز تماما مش تكون إضافية إجباري الكوطة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر